ترجمة نانسي قنقر وأكد سموه أهمية اللقاءات الخليجية المشتركة وبخاصة تلك التي تستهدف زيادة التنسيق والاستعداد الأمني الأمر الذي يضمن تعاملها الأمثل مع المستجدات الأمنية في المنطقة وما نتج عنها من أخطار تهدد التنمية وفي مقدمتها الإرهاب ونوه سموه بمواقف دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان في دعم البحرين وهي مواقف لها محلها من التقدير على كافة المستويات في المملكة من جهته أعرب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات الشقيقة عن شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على حرص سموه على تعزيز التعاون والتنسيق البحريني الإمارتي بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين